حين قال ديستيوفيسكي إذا لم يكن الله موجودا فكل شيء مباح لم يكن يعلم أن هناك من سيتاجر بهذه الكلمة ويوظفها لصالحه كيف سنرى في هذه الحلقة الخاصة من أوهام الدين معكم منصور الناصر كما سمعتم أصدقائي إذا لم يكن الله موجودا فكل شيء مباح هذا ما يقوله كثيرون ويدعون بأن هذه الحقيقة النهائية ولكن هل هي هذه الحقيقة؟ وهل نحن بطرحنا لهذا الموضوع نريد أن ننفي ما يقولونه أم أننا لدينا أغراضا خبيثة أو شيء من هذا القبيل ترغب فقط في إنفي وجود الله أو ما إلى ذلك جواب ليس كل هذا إنما هناك أمر ندعو له دائما هو أن نفكر مليا في ما نقوله لأن ما نقوله هو نتاج تراكمات مرت علينا عبر زمن طويل نحن بشكل أو بآخر نحن محصلة الفضاء الثقافي والمعرفي والديني الذي ولدنا فيه فبالتالي نحن طبعت في داخلنا قناعات كثيرة لم تكن لدينا فرصة لمراجعتها أو التفكير بها أو حتى القدرة على التمعون فيها الوسائل التصالحة سمعت لنا مؤخرا بأن نمتلك الوقت لأن نفهم ما يجري بطريقة أكثر دقة وأكثر رصانة وأكثر علمية ومنهجية المهم حين نقول إذا لم يكن الله موجودا فكل شيء مباح سنتساعد ما هو الله؟ من هو الله؟ وهل أن الله هو موجود أو غير موجود؟ ثم ما معنى أن يكون الله موجودا؟ ثم الأمر الثالث فما معنى أن تكون هناك أشياء مباحة الأمر الرابع من الذي يتحدث؟ ولماذا نجد أناسا يرحبون بهذا القول؟ ما هي مصلحتهم من هذا الأمر؟ ومن الذين سيتضررون من هذا الأمر؟ كل هذه الأسئلة سنفصلها واحدة بعد الأخرى الله عمليا كائن غير موجود هو مفهوم أو فكرة يعني كما نعرف جميعا غير موجودة يعني على أرض الواقع يعني عمليا هي غير موجودة نظريا ذهنيا إيمانيا دينيا شرعيا كل هذه الأشياء خلوها على جند نحن لا نريد أن نجادل في هذه المسألة نحن نقول أنه ككائن أو مخلوء أو سميه ما شئت أو مفهوم غير موجود وليس بحاضر معنا على الإطلاق ومن لديه نفي لهذه المسألة فليتفضل أن نكون له من الشاكرين قلنا أن الله عمليا وأكرر عمليا لكي لا أفهم خطأا غير موجود الموجود من هو؟ الموجود هو رجل الدين نحن لا نعرف شيئا اسمه الله إلا من خلال رجال الدين مثلما لا يعرف مثلا الزرادشتي وجود كائن يدعى الله بل يعرفون كائنا اسمه أهورة مزة فنحن نعرف الله من خلال رجال الدين المسلمين رجال الدين المسيحيين ليس العرب لأن العرب يستخدمون كلمة الله نفس المعنى لكن الإله هو ليس نفس الإله يستخدمون كلمة God وGod هو ليس الله على الإطلاق لا صلة بين الله على الإطلاق فإذن هذا الله هو خاص بمن يؤمن به ديستيوفيسكي هو هذا اللفظ الصحيح اللي اسمه كما أعتقد ديستيوفيسكي هو الرجل كان يقصد قر لا يقصد الله الخاص بنا لكننا لأن الأمر يعجبنا ووجدنا فيه يناغي رغباتنا يعني تقبلنا الموضوع على كل حال الله غير موجود الموجود هو رجل الدين إذن رجل نحن عرفنا الله من خلال رجل الدين بالتالي نذهب إلى رجل الدين ونسائله ماذا تقصد بالله ماذا تقصد بأننا إذا غاب الله أننا سنكون في خسر هل هذا صحيح؟ لماذا جعلتنا نؤمن بأن وجود الله هو عامل يحفظنا من كل شيء ربما الأمر غير ما تقول ربما على العكس تماما هذا اللي راح نفصله بعد قليل وهو أن الله إذا كان غير موجود هل أن عدم وجوده سيجعل من كل شيء مباحا ماذا نعني بالإباحية أو المباحا أن المباحا هل هو حرام مثلا؟ هل أن المباحا هو أمر سيء؟ هل هو أمر جيد؟ هذا الذي يجب أن نفكر فيه معنى كلمة مباحا كما تقول نصوص الدينية الفقهية الرجمت عبر التاريخ على أن تقول أن ضرورات تبيه المحظورات أو أن المباحا هو الأساس والغير مباحا هو الاستثناء أي أن الحلال هو الأصل وليس الحرام بالحقيقة طبعا الأمر عمليا معاكس لأنه يجب هذا كلام غير صحيح لأنه يجب أن يمر كل شيء من عباءة تحت عباءة رجل الدين لكي يجيزه أو يشرعه بالتالي هو كل شيء غير مباحا أي شيء في الحياتنا العربية الإسلامية أي مجتمع يخضع لرجل الدين أو لخطاب ديني هو كل شيء بالنسبة له غير مباحا وهذه قضية لا تقبل النقاش كل شيء غير مباحا إلا عندما يمر على يمر في تحت أصابع رجل الدين أو تحت عباءته أو إشرافه فبالتالي كل شيء غير مباحا حتى يوافق أو يرفض عليه يرفض رجل الدين وهذه هي الحقيقة الناس الذين يناصرون هذا رأيهم يناصرون بحقيقة من الآن بناء على هذه المقدمات التي قدمتها يناصرون رجل الدين بالنتيجة النهائية إذا سويناها على الطريقة الأرصطية المنطقية لدينا إله هذا الإله موجود كيف عرفنا الله إنه رجل الدين هو الذي جعلنا نعرف الله بالتالي الله هو رجل الدين هذه المقدمة الأولى الصغرى والكبرى وبالنتيجة الله هو رجل الدين إذا غاب رجل الدين هل يغيب الله طبعا رجل الدين إذا غاب من حياتنا سيغيب الله معه وهذا أمر ممكن البرهن عليه إذا حبيته تجربون يعني قولوا للرجال الدين بخ يختفون ورح يشوفون الله يختفون تماما الناس رح يصير كل شيء ترتاح ويسبح بالنسبة لها يعود الأمر فعلا كل شيء مباح لكن هل هناك مجتمع عبر التاريخ هذه خلاصنا منها السؤال هل هناك مجتمع كائن ما يكون هل هناك مجتمع وحالة كل شيء فيها مباح هذا مسألة يعني لا أعتقد هنا عندنا خلنا نبحث عنه ليش أنا أستعجل نذهب إلى قبائل أفريقية فالناس ليس لديهم دينا كديننا ولا آلهة كآلهتنا ولا معرفة وقدرة وثقافة عالية أو يعني متقدمين حضاريا بشكل أو بآخر هؤلاء لديهم أيضا ليس لديهم كل شيء مباح هذا أمر مستحيل بالتالي وحتى إذا رحنا إلى قبائل أستراليا البدائية جدا اللي ما اختلطوا بشر على مدى يعني وصلوا بأستراليا قبل يعني كما حسب الآثارين يقولون وصلوا قبل خمسين ألف سنة وانقطعوا عن البشرية بأكملها وعاشوا حياتهم بطريقة خاصة بهم هؤلاء لديهم كل قبيلة وعشيرة وجماعة لديهم دينهم الخاص ومعتقداتهم الخاصة وليس لديهم كل شيء مباح بل على العكس هم يعني ملتزمين إلى حد لا يصدق في كل شيء وبالتالي هذا أمر غير صحيح لا يمكن أن يوجد أي جماعة لا يمكن أن توجد أي جماعة بشرية على الإطلاق تسمح بكل شيء هذا الأمر يعني فانتازي لكننا نرغب بتصديق هذا الأمر لماذا؟ لكي ننوافق أو ننصر الدين الذي نحن عليه وهذا مسألة طبيعية ومفهومة ما دمنا نعيش بطريقة معينة أو نظام أو سيستيم أو إطار اجتماعي للضبط والربط فيما بيننا فبالتالي هذا الأمر نحاول أن نتملقه أو نحبده لأننا نعرف بأن الاستهانة بها الأمور خطرة جداً وعلينا الالتزام بها لأننا سنضيع كما يقال الخيط والأصفور بالنتيجة الله كان سواء كان موجوداً أو غير موجود بناء على كل ما تقدم الله سواء كان موجود أو غير موجود هو موجود فالمسألة ليست البحث عن الله والدليل أدي حلقة الله بعيون الفلاسفة حلقة سلسلة سلسلة برنامج يريد يقدم وجهة نظر جميع الفلاسفة وحتى المتكلمين اللهوتيين في وجود الله من عدمه وهذه السلسلة ستقدمنا الصورة أو تستعرضنا تاريخ علاقة البشر بفكرة الله عبر التاريخ وهذه ممكن وأنا عبرها أيضاً أقدم قراءات سريعة وبسيطة حاول الدخل بطريقة وبخرى لكن أنا هنا الآن أقول أن الله كان موجود غير موجود هو موجود يعني موجود بالفعل في الكون أو مسيطر هو موجود لأنه موجود في الذهن نحن كل شيء وليس الله موجود في الذهن وكل شيء موجود في الذهن بالنسبة لنا العالم والكون لأننا المفاهيم الإنسان لا يستطيع أن يفهم شيء بدون أن تتولد لديه مفائيم حتى يستطيع بالتالي فهم هذا العالم وفهم الألاقات فيما بينها علاقات بين الأشياء هذه الألاقات لا يمكن أن نربط بين الشيء والدال والمدلول إلا عبر المفهوم أو اللغة فالكلمة عندها نحن لا نعرف ماذا تعني شجرة نربط بين الشجرة بين الواقع والمفهوم يصبح تصبح بالتالي لدينا كلمة هي الشجرة فعندما نقول أنه ضربت الشجر أو أو سعدت الشجرة هذا صارت عندنا جملة فكي يعني نحن نفهم أنه المقصود هو الشجرة وهنا لك عملية انتقالة لكنها بالنهاية كلها عملية لغوية نحن نفهمها بهذا الطريق فالله هي نفس القضية فالصورة المفهوم تنتقل بهذه الكيفية داخل رؤوسنا بالحقيقة المسألة هي عملية التواصل فيما بيننا كأفراد شفرات ورموز فيما بيننا كل مننا يعرف ما هو المقصود بهذه الرموز بدليل أننا لا أدى ما يأتي شخص من لغة من مجتمع آخر أو جماعة أخرى لا تعرف شيئا عن هذه الرموز يقول أنا لا أفهم لغتكم ولا أفهم أي شيء من أدكم فبالتالي هذا دليل على أن ما هو موجود في رؤوسنا هو موجود في رؤوسنا فقط ومن ضمنها الله والأنبياء وفكرة الوحي وكل الملائكة والجين والعفاريت وكل شيء وكما يقول الفجنشتاين العظيم يقول أنه اللغة هي لعبة والمفاهيم والأفكار هي عبارة عن لعبة نمارسها جميعا فيما بيننا الآن السؤال الله إذا غاب الله هل كل شيء مباح أنا قلت نشرت بوست أول مرة خليكم تطلعون عليه هذا هو البوست قلت فيه حين قال دستويفسكي دستويفسكي إذا لم يكن الله موجودا فكل شيء مباح رد عليه لكان وقال إذا لم يكن الله موجودا فلا يوجد شيء مباح أما أنا فأقول إذا لم يكن الله موجودا فلن نرتاحه لأننا بدونه لن نستطيع أن نجعله من كل ما نفعله أمرا مباح أكرر أما أنا فأقول فإذا لم يكن الله موجودا فلن نرتاحه لأننا بدونه لن نستطيعه أن نجعله من كل ما نفعله أمرا مباح بل أضيفه على هذا أن وظيفة الله ستفقد معناها وحاجتها وحتى قيمتها ماذا يعني بهذا الكلام يعني بأننا الله هو يعني إذا كان غير موجود فإحنا لابد أن نوجده لأننا لن نستطيع أن نفعل أي شيء كما نشاء بالنتيجة النهاية نحن أنه فكرة أن نجعله من كل شيء مباح يحتاج لها وجود إله لكي نرتاح يعني ضمي أنت تشاهد أنه كثير من الناس حتى بأيام يعني الفتوحات الإسلامية وحتى الفتوحات الصليبية المسيحية الفتوحات الأمريكية الفتوحات الهتلرية أي عقائد كانت تنتشر كانت حتى العشائر يعني القديمة والقبائل والأمم والشعوب القديمة دائما لديها إيمان بقضية معينة وإله وتهجم على الآخرين عندما تقتل وتذبح وأحيانا يكومون جثث كالجبال خاصة غزوات الأثمانيين في شمال العراق ذكرها مشاهد مرعبة وهذه كلها الناس تقتل بعضها بطريقة وضميرهم مرتاح لماذا؟ لأنه لديهم إله خاص بهم ويشرع لهم كل شيء بالتالي إذا لم يكن هذا الله موجود فستشعر بتعنيب الضمير وما إلى ذلك وهذا شيء ضار جدا هذا يحدد بالتالي وظيفة الله أن الله الآن عرفنا وظيفة الله تماما أنه بالفعل إذا كان الله غير موجود غير موجود فبالتالي هو سيصبح كل شيء غير مباح على عكس هذا يعني معنى الشرعي القانون وليس بالمعنى يعني ما يتعلق بالحريات العامة أو الخاصة وعليه إذا غاب الله ما الذي سيتبقى فلنفترض الآن أنه غاب الله هل سيصبح كل شيء يعني على المستوى الاجتماعي والجماعي هل يصبح كل شيء مباح هذا الأمر فلنفترض أنه سيصبح مباح لكنه لن يستمر يعني إذا تأملنا تأمل العقليا بسيطا وتمعنا بالموضوع سنجد بأن هذا أمر مستحيل أن يستمر لأنه سيهدي من الجماعة البشرية بالتالي جماعة البشرية أو عقلاء القوم سيجتمعون فيما بينهم ويقررون إقامة نوع من النظام حتى لو كان نظام بدائيا فيما بينهم وهذا حصل أنا شفته بنفسي يعني في حياتي يعني لا أتحدث عن زمن قديم آلاف السنوات لا أيام عندما سقطت بغداد لم تعد هنا لك دولة لا جيش لا دولة لا دوائر لا شرطة لا يوجد أي شيء الكل ذهبوا إلى بيوتهم بدأ السلب والنهب والسرقة لكن بدأ فورا بشير تلقائي وطبيعي وفطري لا علاقة فطري تماما الناس فيما بينهم رئيسا اجتمعوا قلاء القوم بكل منطقة طبعا وقالوا سووا نظام شباب تعالوا أقفوا على مداخل المنطقة وأحموها ورتبت الأمور وكان هناك نوع من التماء العشائر في بعض المناطق راحوا على الشيوخ العشائر وكان هناك نوع من السطوة الثقافية الدينية على منطقة فإذا شيخ الإمام أو رجل الديني الموجود أيضا أشرف على الموضوع رئيساني شكلت أكو السوق الشوق عندنا مدينة بالأراق عينه رئيس قالوا هذا الرئيس الجمهورية الجديدة قالوا هنا علننا دولة وأذكر وما أذكر بالضبط التفاصيل يعني جدا ساخرة لو شخص كان حلاقة أو شيء بسيط يعني ما عرف شنو فصار رئيس وبعد ذلك يعني أذكر يعني كان صدام موجود بعد ذلك استقبل صدام في فترة من فترات ها أذكر بالواحد السعين يعني قبل سقوط بغداد سنة 2003 السؤال الآن اللي أسأله المهم جدا وهو هل أن وجود الله كان فعلا نافعا للناس وهل كان فعلا ناجحا في جعل كل شيء غير مباح أو مسيطر عليه على الأقل هذا السؤال رح أجاوبه بعد الفاصل وأعتقد لن يصر به كثيرون وأعتذر مقدما يعني الآن قلنا بأن الله غاب غاب الله وغاب الدين طبعا هذا ربط جزافي بين الله والدين أنا لا أعرف كيف الناس تربط بين الاثنين هذا مسألة لا منطقي عقلها ولا أي شيء لكنه فلنفترض أن الله هو مرتبط بالدين غاب الله أي غاب الدين ويعني باعتبار أنهما شيئان مرتبطان مع بعضهما هل سيحل الخراب في المجتمع لا سيوجد سنجد شيء اسمه القانون القانون عندما نأتي ونراجع الآن ونقارن بين الفترة التي كان يشرف فيها الله على المجتمعات الله أقصد الإسلام أو الله المسيح أو الله أي إله لأي قوم أو أي دين هل كان هذا الإله ناجحا أو ناجحا في السيطرة على الناس وجعل كل شيء غير مباح بالحقيقة نأتي نتحاسب ونمتحن الموضوع فنجد بأن القانون الروماني كان أول أنواع القانون الملتزم قبل القانون حامورابي وبعد ذلك أتت شريعة موسى شريعة موسى خاصة على قوم مجموعة قليلة من الناس ودولة صغيرة للت بضعة قرون وانتهت لكن هذا القانون فيما بينهم كان قانون صارم جدا وما زال صارم بس باقي على نح أو مجموعة دينية هي المجموعة اليهودية لا يعتبر شريعة وليس يعتبر لا يعد قانون لأنه ليس قائما على أساس يعني ليس مؤتمدا من قبل سلطة أو نظام دولة سواء كان دولة من النمط القديم أو النمط الحديث فبالتالي فبالتالي القانون الروماني كان هو أول قانون أثبت بأنه ناجحا كان ناجحا في إدارة شؤون الناس بدليل أنه عندما نجي نقارن أو نطلع على التاريخ الرومان يعني هيمنة الرومانية على تقريبا نصف العالم القديم ماذا نجد؟ نجد بأن الرومان أنه كانت الناس تستطيع السفر من مناطق العراق إلى أقصى المغرب وإلى روما عبر أثينا إلى مصر هذا بأمان كامل وهذا مشهورة جدا كانت طرق القوافل والنقل والاتصالات بين الناس طرق ممتازة جدا وبدليل لماذا؟ لأنه كانت هناك قوانين صارمة في هذا المجال وأي واحد يخالف بها يخالف بها يعني تلقى بكل منطقة صلبان يعلق عليها الذين يعترضون أو يعترضون على قانون وأيضا هذا القانون أيضا بعد ذلك تم تجديده وأصبح يسمونه قانون الشعوب لأنه شعوب كثيرة دخلت في ضمن هذا القانون ضمن سلطة الرومانية واضطروا بعد ذلك إلى إصدار قانون الشعوب الذي يضمن حقوق الشعوب المختلفة المواطن الروماني كان إلى حقوق مختلفة طبعا يعني لا نقول أنه كان صالحا بأنه هو نفس هذا القانون لكنه كان ناجحا في ذلك الزمان ومتقدما جدا بعد ذلك أجدت الشريعة الإسلامية اعتمدت على هذا القانون الروماني وأخذت يعني معروفة المسألة لا تحتاج نقاش الشريعة الإسلامية كثير من أيتها مأخوذة من وحي القانون الروماني لكن بالطريقة الإسلامية التي كانت تحبذ النفحة السلطوية الدكتاتورية الاستبدادية هي ميزة هذه المنطقة هذه الميزة هي اللي يعني تشرب بها الدين الإسلامي ومازلنا مبتلين بهذه الميزة أو الخاصية خاصية استعباد الآخرين وتهيمن عليهم وإلغاء شخصياتهم وتحويلهم إلى عبيد صرف بمعنى التلمة بعد ذلك عندما أجأ شوف الآن قانون المعاصر بلدان المتقدمة تجد أنه القانون أفضل من أي شيء آخر لا نجد أنه السلطة الإلهية أو الدينية بالحقيقة هي ليس السلطة رجال الدين كما قلنا أنه رجل الدين هو العلهة يعني هذا مسألة أنا أعتقد أنا أتحدى واحد يثبت للعكس يعني وياريت يثبت للعكس أنه رجل الدين هو العله نفسه بدليل لا نستطيع أن نتحدث ضد رجل الدين رأسا تشعر كيف تتحدث ضد رجل لم نجد لا لا يوجد أي شيء لا يوجد شخص على الفلائيات في الشارع في المقهى في أي مكان تجد واحد يتحدث ضد رجال الدين على الإطلاق طبعا رجال الدين ليس رجال الدين المنافسين لرجل الدين الذي نحن معه إنما رجال الدين المغايرين لديننا وعقيدتنا بالعكس الهجوم على المغايرين هو دليل على عبودية رجل الدين الذي نحن متحيزون له مثل ما نتحيز للمنتخب الوطني في كرة القدم مثلا فهي نزعى إنساني نزعى القطئية داخل الإنسان نزعى يعني لا لا يمكن التخلص منها حتى لو كان هو يعتقد بأنه رجل الدين في منطقته على خطأ فهو يقف إلى جانبه ولا يستطع أن يصالح بهذا لأنه سيواجه مجتمعه بأكمله أو قطئ بأكمله ويطرد ويعني يكره اليوم الذي يولد فيه حتى نحل الموضوع إذا لم يكن الله موجودا في كل الشيء بالحقيقة إنه وجود الله مع الدين هو الذي يجعل كل شيء مباح عندما قارن بغانو الروماني نجد القانون الروماني كان قانون ملتزم ودقيق والذي الآن القوانين الحديثة هي مشتقة من ذلك القانون وهي نسخة المتطورة لهذا القانون لماذا نجد أنه القانون أنصف الناس في بلدانها لا أقصد أنه علاقات بين يعني تروع على الدول دولة الأمريكية الدولة أجوم إخفاقات لا نقول أنه الحالة المثالية مستحيلة لكن تجد الدول الإسكندافية الدول الغربية تجد تطبيق القانون تطبيق صارم والناس واسية وكهناك عدالة فيما بينهم لكن عندما تأتي إلى مناطقنا تجد الظلم وتجد أن كل شيء مباح مباح أمام من هنا السؤال مباح أمام رجل الدين يعني رجل الدين ورجل السلطة كل شيء له مباح له وله الحق أن يفعل ما يشاء والأمثلة أترك لكم تأداتها يعني لا يحتاج أن نضرب أمثلة أنهم يفعلون ما يشعون أبناء الذوات وأبناء رجال الدين رجال الدين يتزوجون عشرات النساء ويفعلون التي واللتية ولديهم مليارات الأموال ويحرمون شيئا ويحللون على أنفسهم مثل ما حرموا نقل الأعضاء هذا الشعراوي وغيره كلهم حتى القرضاوي مثلا تلقى أبناء يدرسون أحد جامعات أو أكثر جامعات العالم تطورا أيضا عندما تذهب رجال الدين الشيئة نفس الحال الناس تقبل لأنه ما يقدر يحكي لأنه مهيمن خاطب مختطف المجتمع مختطف حتى الله نفسه والله حصلا هو صناعته الخاصة صناعة صناعة حصرية باسم رجل الدين فبالتالي هي القضية هكذا فالخلاصة اللي أردو أنه أنه وجود الله اللي أرجقو له أو أكرر عبارة اللي أنا قلتها أنه إذا لم يكن الله موجودا فلن نرتاح لأننا بدونه لن نستطيع أن نجعله من كل ما نفعله أمرا مباح هي هذه القضية فبالتالي وجود الله هو الذي يجعلنا نبيح ما نفعله بالعكس يجد أنه النسان يسرق أحيانا حتى النسان العادي يسرق ويسلب ويكذب ويفعل ما يشاء وبالذلك يبرره دينيا قل لك والله الله هذا هذا إرادة الله وأنا أتهم أنت كافر مثلا هو أدى مشكلة له لكن قل لأ أنت كافر أنت كفرت أنت فعلت كذا أنت كذا وبعد ذلك قدما يقوم بفعل سيء تجاه غير مباح طبعا يبرره ويقول هذا مباح لأنه فعل كذا وكذا فكرة أنه الآخر هو كافر دينيا هي فكرة تحليل دمه ما معناها أنه هذا دمه حلال يعني ما معنى هذا دمه حلال معناها مباح فبالتالي هذه الإباحية هي التي يبررها الدين أدى ما تغزو الآن مثلا تقول كل شيء مباح هل من الباح تغزو مثلا الناس ايزيدي مثلا دينيا هذا مشرع أنه هذا ما دام ايزيدي شرعيا إسلاميا أنه تستطيع أن تغزوهم وتغزو رجالهم وتسبي نساءهم وتختصبهم لا نقول تختصبهم يعني عبارة علمانية تعتبر تدخلوا بها أو تمارس معها الجنس وحل لك هي حل لك ما ملكت أي معنى هل هذا غير مباح لا مباح يعني لازم نواجه الحقيقة بس يبون تقصد أنه نسيء للدين ولا للإله لكن لابد أن نكشف الحقائق كما لا يوجد عن المجاملة هي هكذا عندما تقول أنه إذا غاب الله فكل شيء مباح هذا كلام غير صحيح بالعكس إذا وجد الله هو الذي نحن نتحجج بإسمه ونقول ما ملكت أي معنى ونفعل ما نشاء والأمثلة لا أول لها ولا أولها نبي الأطفال مثلا نبي النساء بالشوارع أو بالأسواق ويعني نتبادل الجواري فيما بيننا هذا عبر التاريخ كله نتبادل ونقدم جواري لضيوفنا لكي يتمتعوا بهن أو نبي أمثلة لا أول لها ولا آخر وأرجو أنه نكون سريحين لماذا أنا خاف من قولي الحقيقة لماذا لأن رجل الدين مهيمن علينا ورجل الدين يجب أن هو نفسه أن يتعظ من تجارب رجال الدين في العالم أجمع وعليه أن يعلم بأنه لعبة انتهت يعني الآن لعبة أصبعت مكشوفة وعلي أن يغير من أسلوبه وهو يعني الآن هم مهيمنين ومرتاحين لكن يأتي اليوم الذي يعضون فيه أصابع النذر ونحن طبعا نحن الضحايا بالنهاية أولا وآخيرا وما زلنا ضحايا يعني كشعوب أقصد هنا السؤال لماذا رجال الدين والله يعادون القانون عبر التاريخ شعوبنا بأكمن مشكلة نكره القانون ولا نتسب القانون نعتبر القانون والدولة والسلطة والنظام الحديث هو نظام مفروض علينا ولا يمثلنا ولا يمثل ثقافتنا ولا يمثل ديننا هذا كلام لا بد أن نقوله لا بد أن نقوله لا بد أن نكون صراحاء في هذا الأمر لا شك في هذا المأسلة لا شك وهذا سبب الخلل الأساسي فينا لأننا نعتقد بأن هناك دين صحيح ووعي ومرتبطين ما بيننا ضمن هذه التربة الدينية التي نشأنا وربينا من خلالها هذه التربة هي التي تجعلنا لا نستطيع تقبل فكرة الدولة وعند حلقة نحن لا نفهم معنى الدولة ولا معنى العلم ولا معنى النظام وكثير من هذه الأمور لحد الآن عندما أذكرها رائق اللي قال الله هو الرسول وأن الله في كذا ويجب أن نقول كذا وأن الخير في الدين والإسلام والإسلام دين الرحمة ودين يذكر لي ديباجة نصية تيكست ويظن بأن هذا التيكست هو حقيقة يعني لا يرى الواقع على الأرض يعني هو ينطلق من التيكست هو محصور داخل فضاء التيكست أو اللغة لكنه لا يرى الواقع هو لا يعتبر أنه ما دام موجود باللغة هذا الشيء الجميل فإذن خلص يعني المشكلة مو بالتكست جميل يعني المشكلة بينا إحنا المخوش أو عادم يعني أو ناس سيئين يعني يعني نال فكرة فهو لا يفك يعني الدماغة ملحوس لا يستطيع أن يرى الواقع ومن خلاله ينطلق ويرى أنه هذا النص شيء آخر مختلف ما العلاقة بالواقع ومو بيوم يومين السنة ولا عشرة ولا مية ولا مئتين جاي يشوف صالة أربعة ألاف سنة يعني الأمر ما يتعلق بالإسلام بالمناسبة بكل دين وهذا هو اللي يخلي العداء شديد بين رجل الدين والله والقانون لماذا؟ لأنك عندما تفرق بين الناس وتقول هذا كافر وهذا مؤمن وهذا غير مؤمن عندما تفرق معهم على هذا الأساس على أساس العبودية للناس أو الهزام بالنص الديني الإلهي الغيبي الذي لم يخرج من رحم الواقع وحاجاته وظروفه ومتطلباته لا ولا متطلبات الناس طبعا لا يقول لك لا هذا الدين يفرق بين الناس هذا عبد هذا امرأة هذا رجل لأنه هذا شروط الحياة وهذا كذا وهذا كذا إذن هو دائما بحاجة للعدل وليس العدالة وإنما يأمر بالعدل بينكم بينكم ما تحضرني الآن فبالتالي عند العدل لا يعني المساواة لا يمكن أن يوجد مواطن فيما بينها بينما الآن أدنى نظام دولة أدنى نظام حديث وأدنى مواطنين اسمه مواطنين لكن بالحقيقة ما زلنا لا نجيد هذه العملية ولا نستعوبها لأنه لا توجد الأدوات والإمكانية على فهمها لا نستطيع أن نفهم العلم الحديث مناهج العلمية حديثة لأن هذا ما زال هو معلق في النص فكيف يفهمك مستحيل يفهمه لا يستطيع أن يفهمه مثل الشخص يعني لا يتقن هذه اللغة هي الآن فهم العالم الحديث وفهم المهنج العلمي وفهم مناهج الفكرة الحديثة وفهم ما يجري في العالم أو فهم مفهوم الدولة أو ما هي الدولة ما هو النظام ما هو القانون هذه كلها لغات يعني اللغة قانونية فهذه كلها الأطفال في العالم الغربي منذ نشأتهم يتربون عليها على ماذا النظام مختلف تماما فبالتالي هو الناس تجهل ما هذا فألا حقهم يعني يعني لابد أن نقدر الناس ما زالوا لا يفهمون هذا السيستم الموجود عليهم وهذا السيستم بالمناسب ومفروض علينا مفروض علي شعوبنا ومجتمعاتنا لماذا في رأي لأن الدول العالم لا تقبل أن تتعامل معنا كيف لا أنت لازم تقوم نظام أجهزة دولة أجهزة شرطة أجهزة أمن وهذه كلها إذا ما تسوي إحنا ما نجد نتعامل بها أكون نظام أكون أمم المتحدة فإحنا مجبورين نسوي هذا الهيكل لكننا نسرق روح هذا الهيكل ونعيش معه كما بالشكل التقليدي القديم أي أننا نعيش في عالم حديث شكلا لكننا ما زلنا الأدوات الذهنية ما زالت والثقافية ما زالت هي لم تتغير نحن نتقبل الأشياء نعتبر كل شيء مسخر لنا وخلاص وماشي الحال يعني قل لك ليش نتعب حالنا فبالتالي هذا هو سبب تخلفنا سبب السور أو الحاجز العالي بيننا وبين العالم الذي حولنا هذا يؤدي بالنتيجة لأنه الدولة تصبح هي دولة دينية مش ينامى بينها حتى لو هي شكلا قل لك كان علمانية ما قعد ما قدنا دولة غالط علمانية لا يوجد على الإطلاق هذا حجة يسوقها الرجال الدين لتبرير التخلفهم لأنه لا يوجد غير لغة كما قلت فبالتالي عندما نقول أن هذا قانون نرفض هذا القانون لأنه لا يفرق بين الناس يجب التفريق بين الناس بين الرجل والمرأة بين السيد والعبد قديما طبعا بين الطفل والكبير والصغير بين الأب والابن يفرق بين يعني عشرات التفاصيل ما تحضرني الآن بس هذا هو الصحيح طبعا بمناسبة أنا لا أقول أنه هذا خلط غلط الآن غلط لكنه لأنه هو النظام عايش بهذه الطريقة النظام أو المناخ الثقافي والديني الذي نعيش به والقر وسطي الذي مرتوط بالقر وسطة يتطلب الحياة في هذه الطريقة فبالتالي هذا صحيح لأنه إذا سويت شيء جديد ترح كل شيء يضيع ويتخربط الخلاصة أن الدين لم يثبت يوما بأنه كان نظاما ناجحا لإدارة شؤون البشر بالعكس كانوا وبال على الناس وجعلهم يعني صحيح أدى فوائد لكن جزء كبير من عنده كان يتطلب كثير من يعني تكاليب باهظة على الناس من حياتهم من صحتهم من مستقبلهم من حرياتهم الأساسية فالناس كانت الضحي لهذا الدين ولكن دون أن تفوز بالشيء الذي يستحق كما أرى وكما رأينا عبر التاريخ أننا ما زلنا الآن شعوب متخلفة ليس لدينا ما يقيم أودنا حتى غذائيا لأننا ما زلنا مأتمدين على العالم الخارجي حتى